تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين حملة مكثفة للتصدي للاحتكار والمضاربة ورئيس الدولة يؤكد أن أطلق هذه الحملات سيشكل سياسة دولة قائمة على القانون مجموعة بخاطر الإماراتية تعلن الانطلاق الفعلي لمشروع مدينة تونس الرياضية بعد سنوات من التعطل أول محادثات مباشرة بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا تفشل في توصل إلى اتفاق بوقف إطلاق حملة موسعة للضرب على أيدي المحتكرين والمضاربين في مختلف ولايات الجمهورية تشارك فيها إلى جانب القوات الأمنية مختلف الأطراف المتدخلة كشفت عن تجاوزات كبيرة وإخلالات كثيرة عطلت مسار التزود العادي وهددت قوت المواطن التونسي الذي وجد نفسه أمام فقدان متواصل لعدد من المواد الأساسية في غضون أسبوع آلاف الأطنان من المواد الغذائية المدعمة من بيض وزيت وسكر ودقيق وغيرها تم حجزها بمخازنة عشوائية بغاية الاحتكار والمضاربة مواد أساسية بيت المواطن يجد مشقة كبرى في التزود بها بعد أن فقدت من الأسواق رغم تأكيد وزارة التجارة على أن كمية التوريد لم تتغير وعملية تزويد السوق حافظت على نسقها العادي غير أن حملة المراقبة والمداهمة لمخازن المحتكرين بعديد المناطق والولايات كشفت عن أسباب الإرباك الذي طال مسارك التوزيع وهدد قوت المواطن كميات من الكوزكسي والمقرونة والفارينة والزيت والسكر والروز والشركة الأصلية ما فيها حد شيء ولاحظتم معنا أنه على بعد أمتار منه الحانوت التفصيل متجر التفصيل أشار إلى أنه لا يمكنه أن يتزود مسايد هذي وهذا أكبر مخالفة منها أنا لن أسمح بالشيء هذي في وليات متنين ونواصلوا للناس كل كتفا في كتف المجهودات هذية وبحول الله لنواصلوا في رمضان إلى تزويد عادي ومسالك توصل قوت التونسيين بالدرجة المطلوبة إن شاء الله حرب التصدي لشبكات المحتكرين والمضاربين استوجبت التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة من رقابة اقتصادية بوزارة التجارة ومصالح أمنية بوزارة داخلية لتستهدف حملات المداهمة المخازن العشوائية وحتى الطرقات هذه حملة معناها ليلية متواصلة إلى ساعات متقدمة في الليل الآن منذ قليل تم ضبط سيارتين معناها شاحنة خفيفتين محملة بالخذر بعض الخذر الخذرة هذه ما هيش مرفوقة معناها بفتورة الشراء وهي معناها بش تكون حجزناها احنا الكمية هذه ويذكر أن الكمية الهامة من المواد الغذائية التي تم حجزها سيقع ضخها لاحقا بمسالة التوزيع بعد استفاء الإجراءات القانونية المعمولة بها في الغرض وتأمين قيمتها بخازنة الدولة التونسية كما سيتم إحالة محاضر الأبحاث إلى النيابة العمومية وخلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلا بودين عقبات رأوسها مجلس الوزراء قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس تشهد إطلاق حملة تشارك فيها الوحدات الأمنية إلى جانب المراقبة الاقتصادية لضرب مواقع المضاربة والاحتكار وأن الحملة ستشكل سياسة دولة في هذا المجال وضف سعيد أن هذه الحملة لن تكون من أجل الاستهلاك ولن تكون على شكل الحملة المعهودة والمألوفة بل ستكون سياسة قائمة على القانون قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه تم منذ منتصف ليلة الإربعاء الانتلاق في عملية تطهير تونس من المحتكرين والمضاربين وشدد على أنها لن تكون مجرد حملة بل عملية متواصلة وسياسة دولة لن تكون مرة أخرى حملة للاستهلاك ولا حملة سياسية كما عهدوها وكما ألفوها بل ستكون سياسة دولة قائمة على القانون الذي سيتم بواسطته التصدي بكل قوة وبكل ثبات لهذه الشبكات ولهذه المسالك وأوضح رئيس الدولة خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلة بودن أن العملية لا تتعلق بتصفية حسابات مع أي طرف أن تكون مرة أخرى مجرد حملة ولكن هي عملية تطهير كاملة للبلاد بثبات وقوة في إطار القوانين وليس في إطار تصفية حسابات مع أي جهة كانت وأكد رئيس الجمهورية على أن لا أحد فوق القانون ومن يعتقد أنه فوق القانون فليستفق من أضغاف أحلامه أن أيدينا غير مرتعشة بل أننا ثابتون ولن نرتعش أمام الحق في سبيل تحقيق أهداف شعبنا ولا نهاب الصعب وأعلن رئيس الدولة أنه قد تم أعداد مشروع مرسوم يتعلق بمقاومة المذاربة والاحتكار وسيعرض على مجلس الوزراء القادم إلى جانب مشروع الصلح الجزائي والشركات الأهلية أفد ناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حبيب الترخاني بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف تولت أمس الخميس توجه عدد من التهم فيما يعرف بملف النفايات الإيطالية وذلك بعد أن تم استجلاب القضية من محكمة الاستئناف بسوسة وأضف الترخاني أن دائرة الاتهام قررت حالة المعنيين تباعا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض جميع مطالب الإفراج وذكر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس أن القضية شملت 26 متهما وتم حفظ جميع التهم في حق أربعة منهم في حين يمثل خمسة آخرون بحالة إيقاف ومتهم بحالة فرار والبقية بحالة صراحة أعلنت تمسي الخميس مجموعة بخاطر الإماراتية خلال مؤتمر صحفي إنهاء أشغال تهيئة مقسم سيدار من مدينة تونس الرياضية والانطلاق القريب للجزء الأول من البنايات حسب المعايير الدولية وحسب ما تم الاتفاق عليه مع الدولة التونسية كما أن المشروع في خطواته الأخيرة لاستكمال الدراسات الفنية ويوفر المشروع طاقة تشغيلية قدرت بالألاف إضافة لاختيار كفاءة تونسية للإشراف على تنفيذ المشروع بكل مكوناته على هذه المساحات بالضفاف الشمالية لبحيرة تونس والممتدة على قرابة 257 هكتار سيشيد المشروع الإماراتي المدينة الرياضية التونسية مشروع سيغير واجهة هذه المنطقة لتتحول هذه الصور بعد نحو 12 عاما إلى مدينة تحاكي في معمارها ومميزاتها مدنا ذات سيط عالمي مجموعة بوخاطر الإماراتية المطور الرئيسي للمشروع وجدت في تونس القوانين والبيئة الاستثمارية المشجعة لتوسعة نشاطها لتضع خبراتها وإمكانياتها المالية ستكون قيمة المشروع هذا 5 مليا دولار وهذا قد ينزل أو يرتفع غالبا سيرتفع أعلننا عن انتهاء من بناء المقسم أو بنية تحتية المقسم الأول الشدار تابع لملعب الصور للجان فهذا أيضا دليل على أن الحمد لله صار في تقدم والآن نحن في صدد بناء الأبنية المتعلقة بالمنطقة هذه مدينة رياضية متعددة الأبعاد بجوانب متنوعة ومتكاملة نقلت الكاميرا بعض تفاصيلها في المجسم المصغر عنها القائمون على تنفيذها يقولون إنها ستبنى وفقا لمقاييس الأعمار الأيكولوجي الذي يرأي البيئة ويحترم ضوابط المحيط السليم طبقا لمثال التهيئة الجديد لسنة 2019 وطبقا لما هو مصادق عليه ضمن محضر اجتماع لجة الموافقات والجهات الأخرى ذات النظر والذي أدخل العديد من التحسينات على المشروع ككل مع الحرص على المحافظة على المكون الرياضي للمشروع كاملا دون نقصان احتراما لتعهداتنا والالتزاماتنا حسب اتفاقية الاستثمار ثم ملعب السولجان ثم الفيلات حول ملعب السولجان وثم مناطق أخرى التي هي أقرب للطبقة المتوسطة من الشعب التونسي وهي قريبة من المناطق المحاذية وجيران المشروع ثم النزل ثم المسابح ثم منطقة مكتبية كاملة فيها حوالي مليون وثلاثمائة ألف متر مربع وإن كان التصور العام للمشروع قد تعهد به مكتب دراسات أجنبي بأبوظبي إلا أن التنفيذ بجميع مكوناته سيوكل إلى ست مكاتب دراسات مختصة في التصميمات الهندسية ومقاولات تونسية في المكاتب التونسية مش تقدم سمارت سيتي في تونس إن شاء الله ما زال عنا يعني مكاتب دراسات سواء أرشيتاكت ولا إلبانيست أو شركات مراقبة فالمستشارين هما توانسة 100 اليد العام لا مش تكون تونسية 100 مش يوقع كذلك تعيين مقاولات في تونسية اللي تم تكليبها بتطوير البنية التحتية للمشروع لمستوى الانتدابات احنا عندنا داتابايز فيها عديد التونسيين مش نستعمل إلا ليد العاملة التونسية والخبرات التونسية تنفيذ هذا المشروع وتجسيمه على أرض الواقع سيخلق مواطن شغل قدرت بالآلاف مباشرة وغير مباشرة كما أنها ستوفر موارد مالية للبلديات المعنية مدينة تونس الرياضية استثمار أجنبي يدخل حيز التطبيق بعد عقبات دامت أكثر من عشر سنوات ليثبت أن تونس بلد تتوفر على مناخ جاذباً للاستثمار والنجاح في الملف الأوكراني وفاة التطورات التي تتسارع على الأرض جراء العمليات العسكرية الروسية تتزايد المخاطر من حدوث كارثة إنسانية جراء نزوح المدنيين نحو الأرياف والمدن الواقعة غرب البلاد فيما تتواصل المعارك على أكثر من جبهة وسط تباين في التصريحات من الجانبين حول أعداد الضحايا والخسائر بإخفاق وزيراء الخارجية الروسي والأوكراني في التواصل إلى اتفاق في تركيا حول هدنة وذلك في أول لقاء بينهما منذ بدء العمليات العسكرية وتقدم القوات الروسية والوصول إلى مداخل العاصمة كيف تتهاوى الانتظارات في إيجاد السوب للكفيلة لحل الأزمة الإنسانية التي تعصف بنصف سكان العاصمة الأوكرانية الذين فروا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية وكان مستشار رئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قد كشف في وقت سابق عن قيمة الأضرار الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ بدءها والتي تقدر بحسب تقييمات أولية بنحو 100 مليار دولار وكان نفس المصدر قد صرح بكون أوكرانيا تشهد كريثة حقيقية أكثر خطورة مما يمكن أن يتخيله العالم مشيرا إلى ارتفاع تكلفة عمل إعادة الأعمار المستقبلية بعد تدمير طرق وجسور ومستشفيات وضع اقتصادي مأزوم ومضع إنساني صعب حيث دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الروسية إلى سماح للمدنيين بمغادرة المدن والبلدات الأوكرانية التي تحصرها القوات الروسية بأمان خاصة أن القوات تطويق مدنا عدة بعد تدمير الكثير من البنى التحتية الحيوية وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيت برايس قد صرح بكون بوتين لديه خطط عسكرية للاستيلاء على أوكرانيا بسرعة غير أنها من الواضح حسب تعبيره قد فشلت وبحسب وكالة تيرفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية فإنه سيتم فتح ممرات إنسانية لإجلاء الأوكرانيين إلى روسيا الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو من كل يوم إذ رفضت الحكومة الأوكرانية عرضا مماثلا من موسكو في وقت سابق من الصراع فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكين المقترحات الروسية بشأن إنشاء ممرات إنسانية من أوكرانيا إلى روسيا بالسخيفة من جهة أخرى وفي سياق متصل بالعقوبات اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسلاف فوندينلاين أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام سبعة وعشرين وألفين مضيفة أنها ستقترح خطة في هذا الصدد في منتصف ماي المقبل تصريح جاء على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في فيرساي لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي من شأنها أن تلقي بذلالها على اقتصادية أعتى الدول في أخبار الرياضة أعلن مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم اعتماد تقنية الفيديو المساعد للحكام في مباريات مرحلة التتويج من بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم وذلك بعد توفير كل المعدات اللوجستية واتخاذ الإجراءات والتدابير لحسن تطبيقها في البطولة الأمريكية المحترفة لكرة السلة تغلب يوتا جاز على بورتلاند بنتيجة 123 نقطة مقابل 85 في مباراة جمعتما ضمن منافسات المجموعة الشرقية وتمكن يوتا من السيطرة على مجرية الإقاءة مستفيدا من تألق نجمه بوكدانوفيتش الذي سجل 30 نقطة ونجح في عشر متابعات تحت السلة ختم نشر وهذا تذكير بالعناوين حملات مكثفة للتصدي للاحتكار والمضاربة ورئيس الدولة يؤكد أن إطلاق هذه الحملات سيشكل سياسة دولة قائمة على القانون مجموعة بخاطر الإماراتية تعلن الانطلاق الفعلي لمشروع مدينة تونس الرياضية بعد سنوات من التعطب وأول محادثات مباشرة بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا تفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار كالعادة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزات التونسية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر